في الراحيل في الراحيل صوروا اللي ايه عشان نطلع بطاق بكل سهولة الشاب المصري اخذ الجنسية السعودية عملها وما اخدتش مع دقائق كل بفضل اللي عملوا معاه والده السعودي احكاية الشاب المصري محمد في السعودية وازاي اخذ الجنسية السعودية بكل سهولة واللي ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده محمد المصري هو شاب مصري عايش في السعودية امه في الاصلة مصرية والده رجل اعمال سعودي مشهور اسمه ناصر الراشد الاستاذ ناصر الراشد ده هو اللي بيعمل كل حاجة لمحمد دلوقتي ومضبط حياته على الاخر خالص اخر حاجة كان انه تسبب في حصوله على الجنسية السعودية ودي مش سهلة خالص على اي حد غير سعودي لها متطلبات كتير جدا علشان تاخدها المهمة محمد في الاخر اخدها عن طريق والده الاستاذ ناصر الراشد محمد المصري هو الابن الاكبر للاستاذ ناصر الراشد محمد كان عايش اغلب حياته في مصر مع والدته المصرية مؤخرا بس راح السعودية مع والده قرروا سوى يعيشوا هناك في الفترة دي محمد المصري ظهر في فيديو لي وهو رايح علشان يقدم ورقه مع والده علشان يحصل على الجنسية السعودية وبعدها يطلع جواز صفر سعودي بيبقى سعودي رسمي وفي نفس الوقت كمان مصري الأستاذ ناصر أخذ محمد ابنه وراحه يعملوا الإجراءات الأولية علشان يعملوا البطاقة أو الإجراءات دي كان إن محمد يلبس العباية السعودي وكمان يتصور صورة للجواز بالعقال السعودي دول كده مع بعض هم كل الحكاية ولولاهم مش هيعرف يطلع جواز السفر ولا يحصل على الجنسية السعودية هي مش شروط يعني ولا حاجة بس هي عاداته التقاليد هناك في السعودية المهم محمد المصري وولده الأستاذ ناصر الراشد راحه وتصوره وكمان عملوا البطاقة بتاعت محمد إنه خلاص سعودي وبقى مع الجنسية السعودية جيت دور بقى إنهم يعملوا جواز السفر كمان وده عملوها الاتنين بكل سهولة ويسر خالص المملكة العربية السعودية هناك مخصصة ماكينات عاملة زي ماكينات الاتم كده الماكينات دي عن طريقها ممكن تمشي على خطوات وتطلع جواز السفر في دقيقة يمكن ما تعدشت إياه كمان غير وتكون معاك جواز السفر وما لهاش لازمة بقى تروح السجل المدني زي عندنا كده ولا الكلام ده يا دوب تمشي على التعليمات والأمور كلها تتضبط بالكمبيوتر حد فيكم ممكن يسأل عن لازمة الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي للشاب محمد الحقيقة إن الجنسية السعودية وجواز السفر أعطوا لمحمد مميزات كتير في المملكة العربية السعودية منها مثلا أنه يقدر دلوقتي يطلع رخص القيادة لنفسه كما يشتري خط السعودي لنفسه ويتعمل رسمي كأي مواطن سعودي هناك لخدمات عن الدولة والدولة كفيلة إنها تزبط لكل اللي محتاجه كمان بقى فرصة أكبر في الشغل والمنح اللي بتقدمها السعودية بعد كده مو خلاص بقى سعودي رسمي ولي نصيف كل المميزات اللي بتقدمها السعودية لأبنائها بالنسبة لجواز السفر في ده هيسهل علي الأمور بشكل كبير جدا يعني مثلا مش محتاج إنه يدفع مصري في إقامة هناك زي أي مصر في السعودية لألف دينار ولألفين زي ما كتير من المصريين بيدفعها لشان رسوم الإقامة في السعودية محمد خلاص بقى سعودي ولي كل صالحيات السعوديين وأهم حاجة حصلت معاه بقى إنه كده بقى معاك الجنسيتين المصرية والسعودية يعني مخسرش واحدة علشان ياخد واحدة تانية في النهاية رأيكم في حكاية محمد المصري اللي في نفس الوقت بقى سعودي